البيت الذي لم يهدم تحت القصف ستخيرون إن سيطر عليكم الصهاينة أن تهدموه بأنفسكم أو تهدموه لكم بلدية الصهاينة ثم يعطونكم فاتورة لتدفعوا ثمن الهدم هل يعرف ذلك أهل الذل والهوان؟ ممن ينكر عليكم؟ لا الإبن البطل الذي اختار الشهادة تحت القصف لو لم يقتل عزيزاً كريماً وأنتم تقاومون هؤلاء الجبناء لقتل ذليلاً شريداً في نقاط التفتيش أنتم تحمون دينكم وتحمون أعرابكم لن يضركم أهل الدنيا ومنظورهم الدنيوي البئيس أنتم أهل الكرامة والعزة الإسلام كسر جدار الرعب بين الحياة والموت لقد غير الإسلام منظور الإنسان للرب والخسارة لذلك حسن الذهبي رحمة الله عليه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري برائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون كانت تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها يوماً فذهبت لتأخذه فقالت بسم الله فقالت ابنة فرعون أبي يعني تقصدين أبي قال ربي ورب أبيك قالت إذن أقول له قالت كولي له فجاء بها فرعون فقال أولك رب غيري قالت ربي وربك الله الذي في السماء فأمر بالحميم في نقرة من نحاس نحاس مقعر وضع فيه النار المغلي في الواية الزيت المغلي فقاذف أولادها واحداً واحداً في النار أمامها لترجع عن دينها حتى قال آخرهم يا أمه اصبري فإنك على له هل خسرت؟ لقد ربحت ورب الكعبة وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيد الرومي رضي الله عنه وارضاه حديث الملك ملك نجران حين آمن أهل مدينته فأمر بالأخاديد في أفواه السكك فخدت وأضرمت ناراً ثم قال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها وقذفوه فيها فقذفوا فيها واحداً واحداً ثابتين صابرين حتى كانت امرأة تحمل صبيها فتقعست فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق فقذفت بنفسها في المر خسرت لم تخسر ربحت والله منازل الشهداء هذا هو منظور الإسلام للربح والخسارة ترجمة نانسي قنقر